فصل جديد من فصول أشغال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون الأساسي يتواصل باعتباره آخر اجتماع بناء على قانونها الداخلية الذي يمنع عقد الاجتماعات في فترة الامتحانات الرسمية قابلته نقابة التربية بالمقاطعة بعد رفض الوزارة الوصية نشر المقرر الرسمية رغم مضي ثلاثة أشهر من انطلاق هذه اللقاءات الدورية للأسف حتى اليوم بعد ثمانية أو تسعة اجتماعات لم تكن هناك مقررة رسمية فرأينا بأنه هو التاريخ الذي يتكرر ويتعاود كما في سنة 2015 إلى 2018 ما فيه حاجة رسمية تؤسس لهذه اللجنة المشتركة فقلنا مادام لا توجد مقررة رسمية فلنحن لا نشارك في هذا العمل عرائض احتجاج رفعتها النقابة للوزارة وتحفظات عدة أثرت حول سير عمل هذه اللجنة التي باتت نسخة عن سابقتها بهذه الآلية بهذه الطريقة لن نشارك في هذه اللجنة إلا إذا قدم لنا المشروع ونقول أنه مشروع جاهز بحكم أن اللجنة باشرت بعرضه مادة بمادة ونتمنى من الوزارة أن تنظر إلى الاحتجاج تعنا أعداد قانون أساسي لنصف جميع أسلاك قطاع التربية هو ما روجت له الوزارة الوصية إلا أن هذا الملف الذي يطرح مجددا للنقاش توديهه عقبات عدة